إذن وجب علي أن أتدخل مرة أخرى لتفنيد قطعي ما تم تداوله في بعض المواقع التواصل الاجتماعي عن خبر مفاده وفاة الطفلة التي تم تحويلها إلى مستشفى الجامعي الوهران بمصلحة الاستعجالات بعد انهيار سقف لمدرسة الطفلة تخدع في هذه الدقيقة لعملية من قبل طاقم جد متخصص والحالة مستقرة بل يمكنني أن أقول إن شاء الله فيها خير إن شاء الله وبالتالي مرة أخرى لا يوجد وفاة لأي طفل من هؤلاء الذين تم تحويلهم من بلدية بوتليليس